هكذا بدت صنعاء ظهيرة هذا اليوم غارقة بحشود ميليشي الحوثي وبلافتات التنديد باغتيال القيادي الإيراني قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة قبل أيام كل الأحرار في العالم سيحول أشلاع وأجزاع الشهيد قاسم سليماني وأبو مهد المهندس إلى صواريخ تعبر القارات وتدمر البارجات وتفني الوجود الأمريكي تنقل هذه الصورة التي تنتهجها ميليشي الحوثي رسالة مفادها أن صنعاء الحوثي ليست سوى أحد أدرع طهران وجزءا لا يتجزأ من المشروع الإيراني في المنطقة أكتست صنعاء بصور قاسم سليماني وأبو مهد المهندس في الوقت الذي يراهم كثير من اليمنيين أبرز المتسببين في الحرب التي يعيشونها منذ خمس سنوات والحال المزري الذي وصلت إليه البلد هنا ابنة قاسم سليماني تطلب من عبد الملك الحوثي وحسن نصر الله الانتقام لوالدها في إشارة لواحدية المشروع وقوة الارتباط وكون حركة الحوثي جماعة وظيفية ضمن مشروع إيران في المنطقة وهو الأمر الذي لم ينفه الحوثيون بتشيعهم الضخم لسليماني وإعلان ارتباطهم بقادة إيران في أكثر من مناسبة يرى مراقبون أن سعي حركة الحوثي إلى تطيف المجتمع اليمني منذ خمس سنوات واستخدام المساجد والمنابر المختلفة التي تحتكرها كليا في مناطق سيطرتها يدق أجراس الخطر إزاء تغيير ثقافة المجتمع اليمني وتحويله إلى مجتمع طائفي تتعدى خطورته إلى الأجيال القادمة لا يتوقف الحوثيون عن وصم خصومهم بالعمال والارتزاق للخارج في إشارة للحكومة الشرعية المرتهنة للسعودية لكن السؤال وماذا يمكن أن يسمى ما تقوم به ميليشيا الحوثي وهي تظهر ولاءها العلني للمشروع الإيراني وتقحم اليمن في صراع إقليبي ودولي لم يجلب لليمنيين سوى الجوع والدمار أصبح المشهد اليمني أقرب لحرب بالوكالة بين قوى إقليمية تحترب في الساحة اليمنية حتى التحالف الذي كان قد برر تدخله في اليمن بمساعدة الشرعية على استعادة الدولة أعطى ظهره للشرعية واتجه لدعم ميليشيات تعمل على تفكيك وحدة اليمن وتقسيمه إلى دويلات متحاربة وفصائل متنازعة